قوانين أخرى مشددة مشددة ضد المسلمين والمسلمين أساساً لأن قالوا هذا السيبراتيزم يعني بعبارة أخرى سليسلاميزم بعبارة أخرى سليميزيلمو بعبارة أخرى سليميزيلمو واليوم ماكروي يقول أن الإسلام يعيش أزمة دعونا نرى بعض المقطع اللي شفته الإسلام يعيش أزمة الإسلام لا يعيش أزمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دين الإسلام لا يعيش أزمة الإسلام دين الله المنزل لا يعيش أزمة اللي يعيش أزمة هو الإسلام اللي زوروه المزورون والكاذبون والمخادعون باسم الإسلام المسلمين يعيشوا أزمة نعم والأزمة الكبرى هي أزمة الأنظمة الاستبدادية الطغيانية الخائنة الجواسيس التي نحكمون أغلبية بلد المسلمة هذه المشكلة وجزء آخر مرتبط ببعض التفسيرات الدينية الخاطئة سواء في اتجاه الخضوع للحاكم أو في اتجاه داعش أو في اتجاه بعض الصفية المنحرفة نعم بعض التفسيرات فيها أزمة أما الإسلام كإسلام فهذا دين محفوظ وكتاب محفوظ لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لا حافظ المسلمين يعيشون أزمة نعم ولكن أزمة الغرب ليست أقل من أزمة المسلمين اليوم حتى وإن كان بدأ أن المسلمين هم لا يدفعون الثمن الأكبر يعني المشكلة في الغرب هي مشاكل أخرى مشاكل وجودية مشاكل لماذا نعيش مشاكل مادية مشاكل أشياء كثيرة بالنسبة للمسلمين المشكلة الأكبر هو مشاكل الطغيان والاستبداد وتفرعت عنه مشاكل أخرى وعلى قول ابن خلدون عندما ينتشر الطغيان وينتشر الاستبداد تسوء أخلاق الناس أينما كانت هذه هذه قاعدة بشرية سوء أخلاق المسلمين اليوم وفسادهم وراجع في جزء أساسي لا أقول في كله لكن في جزء أساسي راجع إلى الحكم الاستبداد الطغياني اللي كثير منهم خوانة يعني واحد كما السيسي أو واحد كما بن سلمان أو بن زايد أو الجنرالي اللي عندهم خوانة هام هام بالدليل الآن عندهم هم إذن يقول من بينما قالوا اليوم قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان وأن على فرنسا التصدي لما وصفها بالإعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازي وإنكار جمهورية الفرنسية جمهورية الفرنسية هذا أصبحت أكثر من الإله يعني تقديس ما يسمى بجمهورية الفرنسية أكثر مما يقدس المؤمن ربه جعلوها إله العلمانية الفرنسية هي علمانية أشد تطرفا من كل التفسيرات الدينية المتطرفة سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية أو غيرها تطرف العلماني الفرنسي استثناء في العالم استثناء لم يكن يوازيه إلا أيام حكم تركيا وبعد عسكر تركيا وشوية بناء لي حاب يدير كما هو إذن القضية هذه هو أنتم اليوم ماكرون يعيش أزمات ليس لا حدود فوجد وهذه من قبله داروها آخرين أيضا وجد أنه ضرب على قول ماكيابيلي لأميره قبل خمسة قرون ويزيد إذا لم يكن لك عدوا فعليك بصناعته ماكرون يريد صناعة العدو ماكفهمش وقف العالم على رجل ونص منذ 2001 باسم الحرب على الإرهاب لما تلاشت الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب كرهت شعوبهم وملت منها وشافت الشعوب نتاحهم كثير من المفكرين والكتاب قالوا ذبحون بالحرب على الإرهاب وكثير من القوى التقدمية حقا في الغرب شعرت بأنها ذبحت والمسلمين يذبحون بالحرب على الإرهاب هي أيضا ذبحت وأعترف يوما هولند قال أن المال العالمي هذا الذي ينهب الشعوب لكن اليوم ماكرون هي أنجير كنتر الإسلاميزم بعبارة أدق الإسلام ولذلك مثلا الآن في هذه الأيام المعركة هذه التي تنتشر مثلا ما بين تركيا وفرنسا يعني هناك الآن جبهات مفتوح آخر جبهة هي جبهة الأذربيجان أرمينيا نقرنه كرباخ فرنسا طبعا الأرمن هناك عنده منفوذ كبير وفرنسا مع الأرمن الأتراك مع الأذاريين الأتراك مع الحكومة الشرعية في ليبيا الفرنسا مع حفتر ومع شابه فرنسا راح تستخدم بعض الأكراد لضرب الأتراك وهذا اللي جنة الأتراك وغيرها من الأماكن الصراع لكن بالحقيقة ماكرون لي عنده أزمات متفاقمة إلى درجة أن شعبيته اليوم هي لا تزيد عن الثلث الفرنسيين اللي راضيين عليه ثلثين يا إما مشردين تماما يا إما مشردين والانتخابات الفرنسية بعد 18 شهر وأزمة الكورونا ذات عمقت أزمتهم الاقتصادية اللي كانت رهيبة أصلا وليجي لجون ولارترات وجهات فرنسية كثيرة محتجة فطبعا يجب أن يجد عدو إفوكاليزي عليه الأنظار وهو المسلمين والإسلام عموما والمسلمين خصوصا في فرنسا لأن هذه الحرب هي حرب ضد المسلمين سميها الإسلاميزم سميها هذا الإزم هذا فقط من أجل الشيطان من أجل الشيطان فقط لأن كثير من اللي هما عندهم الإزم هذا رهم حلفائكم وأنصاركم أو حلفاء الأنظمة الاستبدادية القائمة مثل ما عندنا نحن هاي بعض الأحزاب اللي تسمى إسلامية حلفاء مع النظام بشكل أو بآخر وهم بعضهم يقولوا نروحوا نديروا لا في الدستور باش يكثروا للتهريج أيام الانتخابات أو الاستفتاء إذن هذا ماكرون اللي يعيش كل هذه الأزمات يجد أن المخرج يولي خطابه لا يقل بؤسا عن خطاب بنت السفاح لوبا ماري لوبا فهو يتبنى الخطاب اليميني المتطرف باش كاش مايربح شوية في الانتخابات وأيضا في هذا الوقت باش يبعد الأنظار يوجه أنظار الفرنسيين الذين يعانون اليوم الفرنسا أيضا تعاني بالحقيقة يوجهها في اتجاه العدو حتى يخفف ولا يربح شوية شعبية خاصة مع اليمين المتطرف شوية شوية شعبية